السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أعزائي طلاب الصف الرابع اللي ابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية ورجعنا مع بعض في الدرس الثالث بعنوان سطح مصر طبعاً نتكلم فيه عن إيه؟ هنتكلم فيه تعريف السطح قال لي السطح ده شكل الأرض من مرتفعات ومن خفضات وسود يبقى هنجيبي التعريف وهناخد كل حاجة فيه بالتفصيل المرتفعات زي إيه؟ الجبال والهضاب والتلال وموجودة فين في مصر؟ المنخفضات تعريفها إيه؟ وموجودة فين في مصر؟ السهول يعني إيه كلمة سهول؟ ومسطحات المائية كل حاجة فيها مية هنتعلم مع بعض مع ذيك وريكو التفاصيل دي كلها وتعالوا مع بعدينا نتعرف على التفاصيل الدرس مع ذيك وريكو النهاردة هنتكلم مع بعض على درس سطح مصر يعني إيه كلمة سطح؟ قال لي هو شكل الأرض يعني إيه شكل الأرض؟ يعني أنا دلوقتي مثلا مسافر مع بابا ولقيت جبال على الجنبين قال الجبال ديت هي شكل من الأشكال اللي موجودة على سطح الأرض مشيت شوية كده هات ولقيت حق حفرة كبيرة كده في وسط الصحر قال لي دي اسمها منخفضات طيب مشيت ولقيت أرض زراعي قال لي دي اسمها السهول مشيت كمان ووصلنا غاية البحر دي اسمها مسطحات مائية يوما معنى كده أن السطح هو عبر عن إيه هو شكل الأرض من مرتفعات اللي هي زي جبال لضاب التلال ومنخفضات وسهول ومسطحات مائية من خلال اللي أنا قلته كده يا ترى هو سطح مصر قلت لك هو شكل واحد؟ لا هو كذا شكل صح؟ يعني معنى كده أن سطح مصر متنوع أو مختلف يا ترى ده إيه سببه؟ قال لي لوجود مرتفعات منخفضات منخفضات وسهول ومسطحات مائية تعالوا ناخد كده جزئية جزئية ونتكلم عنها بالتفسيط المرتفعات هنتكلم عنها واحدة واحدة أول ما نيجي نتكلم عن المرتفعات هنقول أرض مالها مرتفعة طب زي إيه عندنا من مرتفعات؟ زي الجبل التل والهضبة طب يعني إيه الجبل اللي جافر عن أرض شديدة الارتفاع وآخرها كده أو راسها اسمها قمة راس الجبل اسمه إيه؟ قمة يبقى أرض شديدة الارتفاع ولها إيه؟ قمة وشديدة الانحضار على الجانبين الجنب بتاعها من اليمين أو من الشمال شديدة الانحضار زي كده أنت لما تروح الملاقي وعارف الزحلية اللي أنت بتتضحلى عليها؟ آه دي زيها كده هوت زي جنب الجبل اليمين والشمال دي يبقى دات عريف الجبل طب يا ترى عندنا جبل في مصر؟ عندنا أشهر تلت جبل عندنا في مصر واحد كده موجودة على البحر الأحمر يبقى على اسم نفس البحر الأحمر اسمها ثلاثة جبل البحر الأحمر جبل تاني كده موجود في أقصى يعني أقصى يعني أبعد مكان موجود في جانب غرب مصر جبل كده افتكروا بعينيك اسمه جبل العوينات أعلى كمة جبلية في مصر كلها جبل موجود في شبه جزيرة سيناة اسمه جبل كاترين أو جبل سانت كاترين دي بالنسبة للجبل والتلال دي أخو أخو الجبل التل دي أخو الجبل الصغير ومعلناش عليه أمثل بس تعرف إن التل من المرتفعة عندنا الهضاب أو الهضبة دي أختي الجبل الصغيرة ودي عبارة عن إيه زيها كده زي المكتب اللي انت قاعد بتذكر عليه في البيت أو الدسك اللي انت قاعد عليه في المدرسة عبارة عن إيه أرض مرتفعة ووسعة يعني متسعة وممكن تلاقيه الدسك اللي انت محافظ عليه هتلاقيه كله حتة واحدة من مستوي أو ممكن تلاقيه حتة تطلع وحتة تنزلت أو غير مستوي يبقى الهضبة هي إيه مساحة واسعة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوي طب يا ترى عندنا هضوب في مصر عندنا هضبتين بس علينا سنادي هضبة الجلف الكبير موجودة في نفس المكان اللي موجود فيه جبل العوينات اللي هو اسمه جنوب غرب مصر وهضبة تانية اسمها هضبة التي موجودة في شمال سيناف اسمها هضبة التي ته يه هه أو ته مربوطة دي بالنسبة للمرتفعات في حاجة صعبة فيها تمام نخ 물어보 الثاني الجزئية اللي هي السهول السهول دي عبارة عن ايه عندي نوعين من السهول فيه سهول ساحلية فيه سهول ساحلية وفيه سهول فايضية طب يعني إيه كلمة ساحل ساحل يعني بحر يعني شاطئ السهول الساحلي دي عبارة عن الأرض المستوية تمتد على طول سواحل البحور عندنا بحور في مصر ايوه عندنا بحرين البحر ايه وبحر ايه بحر الأحمر والبحر المتعصد السهول الفايدية كلمة فايدية جاءة من كلمة فايدان هي عبارة عن إيه السهول دي؟ قلي مساحة من الأرض مستوية قليلة الارتفاع تتكون من رواسب الأنهار يعني إيه كلمة رواسب الأنهار؟ تعطيلي فايدية بتحصل النين غار النين أو الأنهار يعني إيه كلمة رواسب الأنهار؟ هتديك مثال بسيط تعرف يعني إيه كلمة رواسب لما اماما تديك كبات الشاي وتقولك قلب لكبات الشاي دي ايه اللي بيحصله؟ طفل بتاع الشاي بيتقلب معك وفي الاخر بقيت بيترصها بتحت هي دي عبارة عن رواسب نهر النيل مية نهر النيل بتيجي شديدة جدا ومندفعة فبتشيل معاها طامية النيل فبيترصب على الجنبين اللي هم الوادي او اللي بيترصب على الجنبين فبيترصب الطامية دوت اسمها رواسب نهر النيل او رواسب الانهار او ممكن نقول ان السهول الفايدة دي مساحة من الارض مستوية قلية الارتفاع تمتد بطول نار النيل او الوادي والدلتا دي بالنسبة للسهول بحنا اخدنا مرتفعات والسهول تالت حاجة منخفضات منخفضات يعني ايه؟ ارض منخفضة عما حولها زي البصين كده هو تلتا بتنزل فيه ارض كده منخفضة عن اللي حواليه زي الحوت بتاع المطبخ اللي ما هو بتغسل فيه الموعين او اللي انت بتغسل فيه الشك بيبقى منخفض كده عن الجوانب بتاعته تابعنا عندنا منخفضات في مصر قال لي اوه اشعر منخفضين منخفض اسم القطارة على شبه القطرة كده او قطرة المياه منخفض التاني جنب نار النيل منخفض الفيوم يبقى عندنا منخفض اشعر بمنخفضات منخفض القطارة منخفض الفيوم تعالى بقى نعرف الفرق ما بين الجزر واشباه الجزر او الجزيرة وشبه الجزيرة هم اللي اتنين اخوات بالزبط هم اللي اتنين قطعة من اليابس يعني مساحة من اليابس او مساحة من الارض الجزيرة حواليها المياه بس من جميع الجهات زي جزيرة عندنا كده حصنا كده طالع للبحر الاحمر اسمها جزيرة شدوان اسمها جزيرة ايه شدوان انما شبه الجزيرة مساحة من اليابس حواليها المياه يعني يحيط بها المياه من ثلاث جهات زي شبه جزيرة تمام شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة سيناء دي بوابة مصر الشرقية تمام دي بالنسبة للجزر اخر حاجة انا اخذها مع بعض في درس النهاردة المسطحات المائية بس قبل من ابتدت في المسطحات المائية لك ان انت تعرف ان المحيط دي مساحة واسعة من الماء المالح لو اعمق كبيرة حاجة كبيرة او كدوات مية ملحة بس كبيرة او يوسعة وليه عمك كبير بس احنا ما عندناش محطات في مصر بس دي معلومة لك علشان اعرفك ان البحر اخو المحيط الصغير اللي هي مساحة من الماء المالح بس اصغر من مين من المحيط وانت تعرف اشهر البحر اللي عندنا موجودة في مصر عندنا بحرين اللي هو بحر ايه تمام اللي موجود في الشمال ايوة اللي موجود في الشرق تاني حاجة البحيرات البحيرات دي مساحة صغيرة من المياه والمياه دي ممكن تكون مياه ملحة او مياه عزبة وحواليها الهيابس من جميع البجهات طيب لو كانت ملحة زي ايه عندنا في مصر قال لي زي بحيرة موجودة في شمال منخفض الفيوم اسمها بحيرة كارول وعندي خمس بحيرات ملحة برضو موجودين على البحر المتوسط البردويل المنزلة بورونوس اتكو ماريوت دول الخمس بحيرات اللي موجودين على البحر المتوسط بحيرات ملحة وعندي بحيرات عزبة زي بحيرة واحدة بس اخر نهر النيل اسمها بحيرة ناصر ثالث حاجة ناخدها في المسطحات المائية الخلجان مفادة كلمة خليج يعني خليج قال لي انت داد الماء الملح داخل اليابس زي خليج العقبة وخليج السويس ميا ملحة دخلة جوه اليابس جوه الارض رابع حاجة ناخدها في المسطحات المائية الانهار زي نهر النيل ونهر النيل دوت هو اطول انهار العالم يعني ايه نهر مجرى ماء عزب مجرى يعني مكان بتجري فيه بيجري فيه ايه الماء العزب زيكو وريكو النهار ده عليونا حاجات كتير جدا حلوة اول حاجة جابوا الخريطة بتاعت مصر وعرفون يا اشهر الجبال وموجودة فين وجابوا الخريطة بتاعت مصر موسطحات المائية البحار الانهار المحيطات يا ترى فيه في مصر المحيطات دوت اللي احنا اتعلمناه النهاردة مع زيكو وريكو مش بس كده عرفنا كمان الفرق ما بين الجزيرة وشبه الجزيرة عرفنا كمان المنخفضات اللي عندنا زي ايه على الخريطة شغلنا كله النهاردة كان على الخريطة طيب تعالا كده بقى نسأل كده كم سؤال اول سؤال بما تفسر تنوع صفح مصر ليه كان متنوع صفح مصر تمام لوجود مرتفعات ومنخفضات وسهول ومسطحات مائية طيب ما المقصود بالسطح اول فيديو خالص سطح هو شكل الارض من مرتفعات ومنخفضات وسهول ومسطحات مائية تعالا كده نشوف الواجب بتاعنا النهاردة ايه الشاطر بقى اللي هيعمل الواجب دوت انه هو يجيب خريطة المصر هيوزع عليها اشهر المرتفعات يعني الجبال اللي خدناها مع زيك وريكو مش بس كده يا ترى عندنا هضاب هيوزع كمان عليها الهضاب سؤال كده صغير لنا في البيت لو قلتلك ما المقصود بالنهر اكتب من تشير اليه العبارات الاتية مساحة من اليابس يحويت بها المياه من ثلاث جهات مثل نقط مستنية اجاباتكم على موقع نفهم ومع نفهم نتعلم ببساطة موسيقى